أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تأييد الحراك السياسي الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعنوانه الأساس وقف النار في لبنان مطمئنا بأن إمكانات الحزب بخير إلى الآن وفي كلمة مسجلة بذكرى طوفان الأقصى وفي ثاني ظهور له بعد استشهاد السيد حسن نصر الله قال قاسم أن سبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو الدعم الأمريكية مؤكدا أن المقاومة بغزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته وتعليقا على هدف رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو بإعادة المستوطنين إلى منازلهم في الشمال قال قاسم أن المقاومة ستهجر أضعافهم وبشأن استهدافة الأبيب لقيادة الحزب أكد قاسم أن القيادة وسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة وبدقة وتخطات الضربات ولفت إلى أن انتخاب أمين عام جديد لحزب الله سيتم وفق الآليات التنظيمية مؤكدا أنه سيتم الكشف عن هوية خليفة حسن نصر الله لاحقا أقول لكم إمكاناتنا بخير مقاومون على الجبهة متماسكين والإدارة متماسكة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وبحسب ما هو معمول به في حزب الله وقد تخطينا الضربات الموجعة التي أصابتنا نحن نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بره بعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار وعلى كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخف فيها القرارات بالتعاون